اليوم إذا بتلاحظ ما كان عندنا خطورة هجومية نهائياً ببناء هجمة من الخلف وسط الملعب للمهاجمين حتى الفرص اللي أجت لمنتخبنا الأردني إذا بتلاحظ كانت أخطاء من العراقيين نقطعها ويجزء من الأسلوب اللي بيعتمدوا المنتخب الأردني فكانت تنقطع أو أي خطأ من لاعب وسط أو مدافع عراقي فبالتالي تنتقل هجمة مرتدة نحن عندنا اليوم ست لاعبين اللي هم يزن العرب وطارق خطاب وسالم وفرص بالإضافة لأثنين الارتكازي اللي هم نور الروابدي وخليل بني عطية كان عندهم واجب واحد دفاعي فقط ما كنا نشوفهم بأي واجب هجومي وأنا قلت لك من البداية نحن مباراتنا القاضمة ضد منتخب الكويت يجب أن يكون في حلول هجومية والحلول الهجومية لازم يكون في زيادة عددية أقل ما فيها واحد من لاعبين الوسط حتى يساعد عدي في منتصف الملعب بالإضافة إلى ظهير من الأظهرة حتى نقدر نوصل للجول بصورة أسرع وبصورة أسهل وبصورة أخطر ويكون عندنا كثابة عددية في الهجوم لكن كان عندنا ست لاعبين عندهم واجب دفاعي فقط يبدو أن اليوم لعب على مبدأ أنه النقطة نعم النقطة التي أنت ذكرتها خالد بن عطية ونور الدين الروايدة يمكن لعب فيتال بلاعبين نور الدين الروابلة وخليل بلعاطية نعم طيب الروابية 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 روابية تمام ربما كان أكو يعني واجبات دفاعية ولعب بستة مدافعين يعني واجباته من دفاعية كانت أكثر مما هي هجومية أنت طيب اليوم أنت في مباراة ودية نعم تريد تجرب تريد تلعب صح لو لا نعم يعني أيضا ربما هو المبدرب إلى تكتيك معين نعم أكيد نعم أكيد أكيد إحنا حكينا الأعذار موجودة أستاذنا لكن أنت زي ما قلت هاي مباراة ودية يعني بغض النظر عن النتيجة شو ما كانت في المباراة لكن أنت في النهاية بتخطط لأشي مستقبلي وعندك مباراة ضد الكويت لازم تفوز فيها ولازم توصل الهدف وعلى أرضهم فأكيد راح تكون مباراة صعبة مش سهلة فبالتالي يجب عليك أنك تخطط من الآن طيب